وحدثني من أثق به أن رجل الحان يمنع زوجته من أن تصدق على مسكين يطلق الباب فقرق الباب مسكين ذات يوم وقال إنه ليس عليه ثياب تقيه من البرد وليس له طعام وهو جائع عاري فأخذت ثوبا من البيت وأعطت رقة لحاله فأعطت كما رقى أبو هريرة لحال من لهالي الشيطان أعطته ثوبا وأعطته ثلاث مرات وكان زوجها نائما في المسجد فرأى أن القيامة قد قامت وأن الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهبة وإذا بكساء يعنوا رأسه وفيه ثلاثة خروق فرأى ثلاثة مرات جاءت فسدت هذه الخروق فتعجل وانتبه من نومه منذعرا وقص على زوجتي هذه الرؤية ففهمت الزوجة أن هذه الرؤية بسبب الكساء الذي تصدقت به والتمرات فقالت لهم القضية كذا وكذا جاءني رجل بعد الظهر وشكى حاله وفقره ومسكنته فأعطيته ثوبا وتمرات فقال لها لا تردي مسكين بعد اليوم الله أكبر نبهه الله وهذا مستقل حديث كل مرء في ظل صدقتي يوم القيامة